موسيقى السلام عليكم ورجعنا معكم مع فيديو IOS TRT وميزاته وشه اللي موجود على الايفون تكلمنا ان نزلت على الايفون SE نزلت على الايفون 6S بنزلت نسختين موجودة هنا وهنا الجهازين جبارين ما فيهم اي شيء وسريعين ولا تنسى تشوف الفيديوهات اللي قابل حق النسخة تجربية اللي هو IOS TRT وبعدها ابدأ مع هذا الفيديو هنا ننتقل لكم لبرنامج الخرايط كنت متردد ان اتكلم عن برنامج الخرايط لانه لا تشتغل في السعودية لكن اتكلم عليها لعل وعسى يمكن تشتغل في السعودية او دول خليج فانو نخشل حق الخرايط مثل ما شو هذا الخرايط نحطنا جديدة اوكي نتكلم عن الإشعار قبل الخرايط هنا احين اي برنامج تفتحه لو صريب يتحدد موقعك اول كانت تستطيع تشغل على طول مثلا اثناء الاستخدام ولا ما تشغل على طول هنا في خيار جديد انه مثلا لا تريد يحدد موقعك لكن مرة واحدة هنا بعض البرامج انه تضغط عليه تحدد موقعك وتستخدمه تطلع منه وتتم طول حياتك دعما البرنامج عندك الموقع او صاحب البرنامج يحدد موقعك يعرف وين تروح وين تجيه فالحركة الجديدة احين احبابة لحطتها انك تستطيع تفتح البرنامج وتشغله ما بكل مرة تستخدمه ولا تستخدمه ابد لا مرة واحدة سمح مرة واحدة احين فتحتها احين حدد الموقعي مثلا اطلاف برنامج و سكرته ابرجع فتحه يعطيني الاصر طبعا هذا الكلتش برضو انه يعطيني خيار مرة ثانية يقولك اوه تريد تحدد موقعك مرة ثانية او لا احين يعطيني احنا معطيها هذا المشكلة ان النظام حين النسخة الاولى التجريبية بعد الوقت راح التعدل في اخطأ مثلا جاءت لي مرة ثانية اضغط عليها مرة ثانية اثنان استخدام مرة واحدة مرة ثانية بس اطلاع البرنامج و اوقف التهديد الموقع عندي و برضو اضغط البلوتوث افتحت اي برنامج حين يقولك برنامج هذي بي توصل حق البلوتوث تبي يوصل او لا تبي يوصل فابولا حين دققت على الخصية كثير في نفس نظام الجديد الايو سيرتين منذ ما نشوف حين الخرائط عندنا نضغط عليها نروح نروح سنتا مونيكا هناك في ثري دي نضغط المكامل عندما نشوف الحركة نقدر مرضو ننزل نستعرض هنا مثلا يلب موجود تقريبا من زمان موجود الحركة لكن احين مثلا ما نشوف هنا حتى انك تخش في نفس المكان يعني تخش في نفس المبنى او المواقف او المول نضغط احين حددنا النقطة هنا اللي عندنا لو بنضغط تجهط قبع المسافة عندي 16 ساعة مثل ما نشوف اذا مشكلة تغريبة في نفس النظام احين اني ما قدر اوصل للثري دي نشوف هذا الثري دي موجود تقريبا ثري دي نحن تحسنت اكثر من السكترات او حين تستطيع ان تنزل في نفس الخريطة وانترنت برنامج الخلائط الثقيل لا ادري ما فيه لو نرجع مثلا لوس انجلوس سانتا مونيكا نحن على المبنى هذا الدور الأول الدور الثاني نستطيع ان نروح الدور الثالث يتغير عندنا مثلا نشوف ونسوي داخل المبنى نرجع هنا قمر صناعي ثري دي هناك مشكلة مثل ما نشوف ثري دي كيف صارت ابل عدلته شوي برضو حطو لك حركات حين طبعا ما رضي تطلع عندي ليش ما رضي ابل احطو لك انك تقدر تنزل وتمشي هنا في نفس المكان الى الان ما رضي تطلع عندي مدري ليش هذا ميزة الخرايط او انتقل معكم حين على ال رماندرز لو نروح على البرنامج التذكير هذا هو البرنامج احنا ونفتحه مثلا ما نشوف تبي يحدد الموقع كتنان الاستخدام ولا بس مرة واحدة ولا ما يحدد الموقع نخلي مرة واحدة نفتح هذا اول مرة فتحه نضغط هنا مثلا ما نشوفو حين هذا البرنامج الريماندرز سوى بطريقة جديدة هنا الريماندرز والأشياء واللست حقتك وتقدر احنا مثلا لو اني احط مثلا تذكير اني بكلم شخص تلوني مفتحه في الاي مسجر سيأتي نتنبيه نقول لك انه انتقلت بتكلمي يعني رماندرز صار اقوى حين رماندرز كان موجود من زمان على الحق الخرايط برضو انك مثلا اني موجود في البيت وبطلع بيذكرني احط مثلا تذكير وخلاص ووقت ما اطلع يأتي نتنبيه يقول لي اوكي اوهي sign in with apple طبعا هي راح تنزلي اذا المطورين يدعموها لازم كل واحد مبرمج بعد ما تحمل البرنامج انه يتسجل في دخول كانت اول انك لازم تسجل تسوي لك اكاونت في نفس البرنامج مثلا او انك تسوي sign in with google او sign in with facebook فالخدمي تنزلي في جوجل و فيسبوك تعطي المبرمج او صاحب البرنامج الاشياء لحق الوصول حسابك مثلا الايميل ملفاتك في الفيسبوك ملفاتك في الجيميل فتعتبر ما فيه خصية لابل احين نزلت الخدمة اسمها sign in with apple راح تجبر مطورين تضغط عليها تسجل دخولك بال sign in with apple على طول تسوي لك اسم الاول اسم الثاني الايميل ما يحتاج برضه ايميلك الرسمي ابل راح تعطيك ايميل يعني افتراضي وكل حساب اعطيك ايميل افتراضي ثاني انك تستخدمها ما يحتاج تستخدم ايميلك الرسمي لكي لا تأتيك داعيات من نفس البرنامج فهذا حركة جميلة وبعدها ننتقل معكم نحق الميوزيك طبعا ما راح تكلم عن الميوزيك لاني ما بمنزلها وما بحطها نضيف الجهاز بس بعض لكم شيء سريع عنها احين الميوزيك الجديدة اذا كنت مسجل دخولك في apple music وبرضو تستخدم مثلا ايربودز فانت شابك اليربودز وتابت تنقل الموسيغة لحق صريقك بس تقرب جوالك تستخدم الموسيغة تضغط عليها ويسمع الموسيغة على طول اذا كنتم بسجلين في apple music فهذه الحركة في الميوزيك وبرضو حين الحركة الجديدة في اليربودز تستطيع تشبك اليربودز مثل ما نشوف حين شبكة اليربودز ولو شقل مقطع صوت نفتح الغناة مثلا أو نفتح ماذا الموسيغة ثانية انت بكيفك فماذا شقلت الغناة حقتي فتحت المقطع وشقل حين في خيار جديد تضغط هنا فتشبك على السماعة الثانية على نفس الصوت تدعها ستشبك على السماعة الثانية عمي بالفتح وعمل إذا اذا ما نشوف من أن تنظر لو أتصل عليها أضغط اتصال لازم على الأمريك لذلك أضغط هنا ونأتصل بعدما اتصل ستشبل مقطع الصوت اللي مشقلها انا ومقطع الفيديو اللي مشقلها المقطع صوت طبعا او شيخ فيديو او مقطع صوت اقدر اخلي صديقي يسمعه وانا اسمعه في نفس الوقت كل واحد بسماعته او مثلا كل واحد يستخدم سماعة فنقدر نتخلي مثلا هذي صديقي وهذا صديقي الثاني وهذه الثالث والرابع فهذا حركة حلوة انك تقدر تشقل مقطع صوت لحكي الاسماعة عندك وانا ليس فقط على الهربودز اضع الهومبود الذي حصل عندك بالجهاز او الهومبود اذا كنت مشقلها مثلا في البيت اغنية او شيء وانت بتطلع تقرب الايفون يوم الهومبود خلاص تقدر تنقل الموسيقى عندك وتمشي بها على طول يعني تأخذ الموسيقى وتمشي بها وانك ترجع الموسيقى برضو في حركة حلوة انك تقربها يوم الجهاز وتنتقل الموسيقى عندك وبرضو الحركة الجديدة حين تقدر تسويها شانه انك انت مشقل ايربودز عندك لو جاتك رسالة حين مثلا الجوال في جيبك او انك تلعب رياضة ما يحتاج تطلع على الجوال راح تقول لها سيري الرسالة وتقول لها الشي اللي تابعه وترسل حق الشخص مرة ثاني فهذا حركة حلوة حركة حلوة في الملاحظات لو تفتح الملاحظات طبعا ما بلازم الملاحظات بس بعلمكم الحركات الموجودة احيان مثلا نكاتب شيء نقدر نضغط ونحدد على طول على طول الحركة ما يحتاج اول كانت لا تضغط مرتين تسوي كده لا تحدد على طول كده فهذه حركة حلوة والحركة الثاني برضو انه مثلا لو انك تبي مثلا حددت الشي اللي تبيه يحتاج تلمس وتطلع لك خيارات تسوي لك غص احيانا بثلاء صابع تسوي كده تسوي النسخ الله طول هذه كده نسخ وتنزل وتسوي نسخ كده مثل ما نشوف الحركة وبرضو في الايبادة كانت اول انك تسوي تراجع وانك تسوي شيء غلط كانت اول انك تهز الجوال يأتي لك التراجع مثل ما نشوفها موجودة هنا هذه الحركة حلوة بس انه مثل ما شوفت اطلقها الحركة حين في الايبادة صعب انك تهزل فالحركة حين انك بالثلاثة صابع تسوي يمين وتسوي يسار مثلا كتبت شيء بسوي تراجع اسحب على اليسار تسوي تراجع اسحب على يمين ارجع الكلام فحركة حلوة انك قلط في شيء تبي تسوي تراجع اسحب كده يتراجع او تسحب كده تتقدم مرة ثانية فهذه حركة حلوة في الكيبورد و ايضا الان في الكيبورد العربي كانت فقط في الكيبورد الانجليزي انه يطلع لك السرعة في الكتابة هنا حين موجودة في الكيبورد العربي لو نضغط هنا موجودة هنا مثلا لو نكتب طلع لنا على طول سريعة مثل ما نشوف هذا حركة حلوة ان ازلوها في الكيبورد العربي والحركة الثانية حين لو نتكلم عن control center هنا كانت اولا كانت تطف و تشغل ويرلس احين لا تقدر تتغير الويرلس حقك من control center برضو فتضغط الويرلس هنا تتغير الشبكة من عندك هنا بعد ما يبحث عن الشبكة يطلع لك لا تتغير الشبكة من هنا او برضو البلوتوث تضغط عليه وتتغير البلوتوث من هنا فحركة حلوة سريعة كانت اول لابس تطفي وتشغل من هنا اولا نتقل سفاري طبعا سفاري الا في الايفون غير سفاري في الايباد حين عدله بحركة بسيطة و تدخله مع بعض مشاركة حين سفاري في الايفون انك لو تفتح اي موضوع عندك في خيار فوق مثل ما نشوفه هنا لو نطط عليه نقدر نكبر الخط نسقر الخط مثل ما نشوف طريقة جميلة افضل من الحركة القديمة اللي كانت عندك طبعا في خيارات ثيرة هنا اخفاء شريط لدوات مثل ما نشوف لو نطط عليه هنا راح تكنسل عندك شرط تقدر تقرأها على طول او ان الخيارات مثل اظهار عرض القراءة فهل نطط عليها نشوف كذا خلاص كنسلن الاشياء اللي في الجنب وصارت اللون اسود راحة للعين وتقرأ كذا على طول او ان تغير الالوان تخلي ابيض فاشياء كثيرة كثيرة سواتها هنا في الخيار هنا مثل ما نشوف حين فاتح المتصفح كجوال تقدر تخليه مثلا متصفح حق سطح المكتب كأن الابتوب يفتح لك فحين الصفحة اللي بتفتح عندنا كالابتوب مثل ما نشوف نقدر نرجع على الجوال يعاد الضبط الويب في خيارات كثيرة هنا مثل الويب هذا يطلب الكاميرا تعطي طلاب المايكروفون يعني مثلا المايكروفون ليه شي طلبه لا فهنا الخصية تقدر تتحكم فيها اكثر في المتصفح والشي الحلو للكل تغريبا ينتظرها الحين في نفس سفاري يصدر في دون لود لو انك بتحمل اي شيء مثلا لو بتحمل فيلم او اي شيء اي شيء اي زر عندك يعني كالابتوب عندك زر مثلا ضغط عليه في تحميل على طول تقدر تحمل مثلا تنزيل طلع عندنا زر هنا التحميل مثل ما نشوفها ويحمل عندنا اللي يحمل عندنا نقدر نفتح برنامج الفايندر اللي في الايفون فمنضغط عليه مثلا نشوفه هنا هذا هو اي ملف عندك تقدر تفتح زي كده فعركة حلوة طريبا سفاري بالنسب لي وصار مكتمل يعني يقدر حمل من فشي حلو وننتقل حين للسيتنج مثلا لو بنروح للسيتنج تسهيلات الاستخدام حين صارت بره كانت اول تخشل العددات وعام وتشوفها هنا موجودة حين لا طلعوه وحطه لك بره هنا حركة حلوة فيه ميزات مثلا الفويس اوفر حين لو نتشقلها فيه ميزات انك تخلي ايفون كامل تستخدمه بالصوت فما يحتاج يعني الاشخاص الذين يحتاج الخاصة ما يحتاج يستخدمون الايفون يصير الجهاز على الجنب وتستخدمه ما يحتاج تلمسة يعني مثل ما نشوف حين لو سكرين شوت اللي في الايفون لو اننا مثلا نصور الشاشة نضغط عليه هنا نرى الخيارات تغيرت عندنا من تحت وصالت افضل واجمل في وضع الليلي وبعد ما نعدل عليها مثلا نكتب على الصورة وتسوي الخيارات كلها الموجودة كانت من قبل لضغط تم تحفظها تقدر تحذفها تحفظها في الفايندر هذا حلو الحركة مثلا ما يحفظها في المنصور يحفظها في ملفات الفايندر اضغط عليها وحفظها في جوجل درايف احدد المكان الذي يحتاجها ويستخدمها 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 على الشاشة فهذا حركة حلوة وحين كانت اولا لو تحفظها مثلا ضغط عليها وفتحت هنا ويضعها في مجلد لا ليس من المجلد الدرايف يضعها في مجلد جديد مشكلة لن يمكنني مجلد جديد من هنا لازم اذهب الى الفايندر ويضع المجلد ثم افتحها من هنا وضغط هنا وحفظها حين لا وانت من هنا غير تسمها لم ترى المجلد التي تبث وتقوم مجلد الثاني وتقوم مجلد الثاني وتنزلها في أعطم فهذا حركة حلوة برنامج الفايندر صار ممتاز والميزات الكثيرة التي نزلت فيها سنتحدث عنها أبوستور أبل أبوستور تغير شيء كبير يعني وشالت لا بديت كان أولا هنا في خيار لا بديت وحطت مكانه أركيد ونزلت برامج عندك تسوي لهم أبديت لازم تخش او اي مكان هنا تذهب لحسابك وتشوفهم عندك وتسوي لهم أبديت لو نحدث هنا نزل عندنا برنامج نحدث مثل ما نشوف طلع عندنا برنامج نحدثهم نضغط أبديت أول هنا تحديد الكل أو نحدثهم أحد واحد أو نشوف الميزات اللي نزلت جديدة ونحدثهم هذا التغيير اللي صار هنا طبعا تغيير برضو صار النمط الليل موجود في الأبوستور كان أول موجود مثل ما نشوف وبرضو نزلت الميزات في الهوم كيت اللي بيستخدم هذا هي طبعا تصار فيها الوضع الليلي برضو مثل ما نشوف نحن فتحنا يقول لك تبي تحدد موقعك مرة واحدة أو كل راح أخليها كل مرة استخدمها صار عندك هنا جهزة سمارت هوم راح تقدر توصل لهم بميزات كثيرة برضو تكلمة أبوغان خصي أنها راح تقفل على الهوم كيت مثل ما عندك كاميرا راح تجبر الشركة أن تقفل خصي أن ما يكون الشركة عندها الوصول حق الكاميرا حقتك وتشوف فيديوهات حقينك أو شيء فأحركة حلوة برضو الراوتر حين الراوترات الجديدة دعماتهم تقريبا كذا شركة تكلمت في المؤتمر أن دعمات راوترات جديدة تكون فيها خصية من حق المستخدم يطولها زيادة في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والتعليقاتكم تحت تهمني تكن منتظروني في فيديو ثاني والسلام عليكم